قفوا بمخافة الله وانصطوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارمت البشير والتلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ عَلَىٰ جَمِينَ اِي عَيْنَ آمِينَ من مزامير تلاته المعلمنا داود النبي والملك برَكَتُهُ الْمُقَدَّسَ تَكُونْ مَعْنَا آمِينَ طَلَطْتُ وَكْهَكَ وَلِوَكْهَكَ يَعْرَبِّ أَلْتَمِسُهُ لَا تَصْرِفْ وَكْهَكَ عَنِّي كُلِّ مُعِينًا لَا تَقْصِنِي وَلَا تَرْفُضْنِي يَا أَلَّهُ مُخَلِّسِي مُبَارَكُ الْآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبَّنَا وَإِلَىٰنَا وَمُخَلِّسْنَا وَمَلِكْنَا كُلُّنَا يَسُعَى الْمَسِيحِ إِبْنَ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُودِ دَائِمُ آهُ إِلَىٰ الْأَبَامِ آهُ 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 ثُمَّ أُصْعِدُ يَسُعُّ لِلْبِرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُقَرَّبْ مِنْ إِبْلِيسِ فَبَعْدَمَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَى آهُ 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 فَتَقَدَّمْ إِلَيْهُ الْمُجَرَّبُ وَقَالَ لَهُ إِن كُنتَ إِبْنَ اللَّهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِي الْحِجَارَ خُبْزًا فَقَابَ مَكْتُوبٌ لَيْسَ بَالْخُبْزِ وَحْدُ يَحْيَى الْإِنْسَانِ بَلْ بِكُلَّ كَلِمَّةَ خُرُجُهُ مِنْ فَمَالَّهُ ثم أخذوا إبليز إلى المدينة المقدسة وأوقفوا على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفله لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكة بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحق الرجلك فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذوا أيضا إبليز إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حين إذن قال له يسوع إذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحد تعبد ثم طرقه إبليز وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه آه 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 قالت آه 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 آمين